ينضم إلينا من واشنطن الخبير في الشؤون الإفريقية ميلفين فوت والخبير في ملفات التشدد والإرهاب من القاهرة أحمد كامل البحيري أهلا وسهلا بكم معنا البداية معك سيد فوت يعني برأيك كيف تنظر واشنطن للبطء وما يصفها البعض بمماطلة الخرطوم في محاسبة قتلة الدبلوماس الأمريكي جون جرانفيل أعتقد أن إدارة ترامب كانت بطيئة في التعامل مع إفريقيا لقد كان هناك انفتاح على السودان والسماح برفع بعض العقوبات المالية على السودان والسودان أعتقد أنه من ناحية الدولة الراعية للإرهاب المسألة ستطلب وقتا والكونغرس الأمريكي عليه أن يصادق على أي صفقة يتم التوافق عليها وأنا متأكد أن إدارة ترامب تود أن يناقش الكونغرس هذا الموضوع وأولويات أخرى قبله العملية بطيئة أيضا هنا في واشنطن طيب أنتقل إليك أستاذ أحمد بالنظر لوقائع وتطورات وهروب وملاحقة قتلة الدبلوماس الأمريكي جون جرانفيل والتي امتدت للصومال وليبيا برأيكم ما هي دلالات هذه القضية والتأخر في محاسبة الجنات على صعيد اتهام الخرطوم بحماية واحتضان الإرهاب يعني خلينا نتوقف قليلا عن طبيعة النظام السوداني منذ النشأة وخاصة مع أحداث الإنقلاب في نهاية التامرينات نحن نتحدث عن تحالف نشأة ما بين السلطة السياسية وبين الطيرات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوة المسلمين نحن نتحدث عن بنية نظام في جوهاره قائمة على بعض الأمور الدينية وجزء من هذا الأمر هو حالة من عدم المعاداة لباقي الطيرات الإسلام السياسي سواء المتطرفة أو المتطرفة العنيفة منها داخل السودان هناك وقاعة عديدة بداية من أسامة بن لادن مرورا بقتل الدبلوماسي الأمريكي أخيرا لإحتواء بعض العناصر التي لا علاقة بالمتطرفة لا علاقة بعمليات عنف متعددة نحن نتحدث عن أزمة في بنية النظام السوداني لابد أن نعترف أن خلال السنوات السلاسل الأخيرة قامت الدولة السودانية بعمل مراجعات واتخذ بعض الإجراءات لطرد بعض العناصر المتطرفة من على أراضيها اتخذ إجراءات أقصر قوة اتجاه العناصر المتطرفة ولكن هناك أزمة هذه الأزمة التي أدت إلى تباطئ الإجراءات اتجاه العناصر منذ عام 2008 وحتى هذه اللحظة في مقتل الدبلوماسي الأمريكي أو حتى لغض البصر أو التغاضي عن هروب بعض المسؤولين والمتهمين إلى الصومان وأيضا جزء منه من الضغط على المواطن أو أهل المواطن السوداني إلا هو السواء الدبلوماسي بقبول الدية كبديل لعدم تطبيق حكم الإعدام على العناصر المتهمة بقتل الدبلوماسي والصائق السوداني الخاص به يعني أستاذ أحمد الطبيعة الانتحارية للإرهابيين لا تهتم كثيرا بتشديد العقوبات ولكن كيف ينعكس برأيك بطء العدالة على قدرة هذه التنظيمات المتطرفة في استقطاب الشباب أكيد التغليز العقوبة لا يؤدي إلى تأثير على العناصر الانتحارية أو الانغرماسية دحية لكن التطبيق العقوبة ووضع قوانين حقية هذه القوانين ليست فقط لمعاقبة الجناية ولكن القوانين تمنع الوصول إلى التطرف بمعنى البيئة الحاضنة للعناصر المتطرفة سواء في المنطقة العربية كلها ولا أستسنى دولة من هذه الدول وخاصة في السودان وفي الصومال وفي ليبيا وفي سوريا هذه المناطق المتوترة بطبيعتها هناك بيئة مهيئة لنمو التطرف في هذه الدول نحن نتحدث عن قوانين ليس قوانين لتطبيق عقوبة على الجانب ولكن أيضا قوانين تمنع الوصول إلى حد التطرف بمعنى الإجراءات التي لها علاقة بانتقال الأفراد المتطرفة والدخول إلى السودان عملية الهجرة وغيره هناك قصور كبير جدا في الإجراءات القوانية في السودان هناك إجراءات قصة بطبيعة العلاقات المتطرفة لبعض العناصر المسلحة والمتطرفة داخل السودان لا يتم تطبيق عليها العقوبة بشكل كبير التحالفات السياسية بين النظام السوداني وبعض التطرفات السياسية أيضا يؤدي إلى مزيد من التطرف نحن نتحدث عن هناك العقوبة وتغنص العقوبة لا يؤدي إلى رضع العنصر الانتحاري ولكن تطبيق القانون والعدالة أولا يؤدي إلى تقليل عدد المتطرفين يؤدي إلى راحة لأهالي الضحايا أن جزء من الأزمة الحالية لأهل الدبلوماسي الأمريكي المتوفي أن أهله حتى زي اللحظة لم يشعروا أن هناك عدالة وأن هناك إجراءات اتخذت اتجاه المتهمين هو جزء أساسي من معالجة القانون ليس فقط للعنصر الذي تم قتله ولكن لأهل المتوفي بشكل أساسي وهنا ربما أطرح سؤالي لسيد فوت ما هي برأيك تأثيرات هذه القضية على رفع اسم السودان من القوائم الأمريكية للدول الراعية للإرهاب أعتقد أن هذا سيكون موضوعا يناقش هناك الكثيرون في الكونغرس الذين ينظرون على ليبيا ويعتقدون أن ما يجري في السودان هو مشابه لما حدث في ليبيا وأن هناك نوع من العدالة التي يجب أن يتم الوصول إليها سيكون من الصعب جعل الكونغرس يوافق على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والحكومة السودانية عليها أن تحاول إرضاء إدارة ترامب بشكل ما وربما يشعرون أن هذه فرصة للسودان لإحداث اختراق مع الولايات المتحدة أعتقد أن السودان ستتخذ موقفا قويا لإظهار أنه كان هناك نوع من العدالة في قضية الدبلوماسي المقتول أعتقد أن السودان سيكون أكثر نشاطا في تحقيق بعض العدالة حتى يرى الجمهور الأمريكي أن هناك نوع من العدالة قد تمت طيب أستاذ أحمد أعود وأتكلم عن طريقة هروب قتلت دبلوماسي الأمريكي جون جرانفيل من سجون السودان من خلال حفر الأنفاق يعني تحمل بصمات تنظيم القاعدة وتكررت في اليمن والعراق كيف تكررت هذه العمليات؟ ولماذا تفشل السلطات برأيك في الحد منها؟ أولا الحديث عن التقنيات القاعدة وهي من أبدعت فكرة الأنفاء بشكل أساسي وخاصة في مواجهة السوفيت في التملينات ثم بداية التنسانات مع إنشاء القاعدة والتي أخذتها من طالبان هي بارعة في هذا الأمر انتقلت هذه الفكرة وهذا الأسلوب في الأنفاء في حركة حماس إلى بعض التنظيمات المتطرفة في سيناء في بيت المقدس في سيناء في خلق بعض الأنفاء لنقل الأفراد والسلاح ما بين قطاع غزة وبين سيناء القاعدة وهي الأم أو هي المصدر الأساسي لكل تنظيمات المتطرفة في المنطقة حتى العناصر التي باعت داعشية أصلا كانت جزء من تنظيم القاعدة انتقلت إلى خبرات لا علاقة بصناعة الأنفاء واختراقها ولذلك كان هناك من السهل على العناصر التي قام بقتل الدبلوماس الأمريكي أن تقوم بتنفيذ هذا الأمر وهذه الفكرة في السجن وهو سجن شريد الحراسة للانتقال أو الهروب من داخل السجن إلى خارجه كان الأمر بالنسبة له سهل الجزء الذي يكون عليه علامات استفهام هو عدم كدرة الدولة لحماية هذه العناصر وهي عناصر خطرة بشكل أساسي اتنين عدم تتبع هذه العناصر القبض عليها قبل الهروب من داخل السودان نحن نتحدث عن انتقال الهروب من السجن إنشاء نفأ ده يعني استمر أقصر من ستة أشهر على الأقل هناك عمل مستمر وهذا نفأ وليس شكل يعني هناك إجراءات هناك أصوات لم يتم التطرب لها من قبل الحراس ومن قبل إدارة الأمن داخل السودان اتنين الانتقال من خارج السودان ثم الانتقال إلى الصومال هناك مسافة زمنية أعتقد أن هناك إجراءات كانت يمكن أن تقوم بها الدولة السودانية لم تقوم بها الدولة السودانية وهنا كان نتحدث أنه ليس هناك حال التورط ولكن هناك بعض المستويات من غض البصر إن صح التعبير عن بعض الإجراءات حتى لا يكون هناك تورط من قبل الدولة مع بعض العناصر وخاصة نحن نتحدث عن فترة كان هناك علاقة طيبة أو علاقة ليست هناك علاقة عداء ما بين بعض العناصر الخاصة بتنظيم القاعدة وخاصة أسامة بن لادن مع النظام السوداني وخاصة في أعقاب الضربة الأمريكية التي تمت في السودان اتجاه أحد المصانع في المنطقة الشرقية تحت اتهام أنها أحد المصانع التي تقوم بصناعة السواريخ لقاعدة والانتقال إلى حماس كان هناك توطر في العلاقات السودانية الأمريكية لذلك أعتقد لا كانت من مصلحة الدولة السودانية أن تقوم عداء أو تقوم بإجراءات متشددة تجاه التنظيم يؤدي إلى مزيد من العداء مع هذا التنظيم في هذا التوقيت يعني أستاذ أحمد هل برأيك تكشف هذه القضايا عن عمق ارتباط الطيار الديني المتشدد في سودان بشبكات التطرف في ليبيا والصومال تحديدا؟ طبعا إذا حدثنا عن أهم تنظيمين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وتنظيم المرابطون مختار بالحاد على سبيل المثال هذه التنظيمات وحاكمة الإسلامية في السومال نحن نتحدث عن تنظيم شبه واحد هذا التنظيم ممتد من ليبيا من جنوب ليبيا لسيرت لمنطقة مالي حتى وصولا إلى بعض المناطق في تونس والجزائر وصولا إلى مرام بيتشاد والسودان والصومال نحن نتحدث عن مصار واحد لانتقال السلاح لانتقال الأفراد وده من أحد أهم المصارات المقلقة للدولة الجزائرية والتونسية والمصرية على سبيل المثال وهي الدول الأقصر تضررا من هذا المصار لانتقال العناصر والسلاح والأفراد ما بين تنظيم واحد يمتد من ليبيا مرورا بنيجر وصولا إلى الصومال والسودان طيب سيد فوت زعيم تنظيم القاعدة والكثير من قيادات الجماعات الدينية المتطرفة مرت بالسودان وقبل سنوات أعلن التنظيم عن تشكيل جناح طلابي له بجامعة الخرطوم أعرق الجامعات السودانية وأهم مراكز النشاط السياسي الطلابي ما الذي برأيك يغذي بذور التطرف في الخرطوم؟ أعتقد أن هناك عوامل عديدة في السودان السودان هي أكبر أو هو أكبر دولة في إفريقيا وله حدود مع حوالي سبع دول وهي حدود نفاذة كيف يمكن السيطرة على أمن الحدود؟ هذا موضوع تساؤل ثم هناك الاستقطاب هناك المسيحيين والمسلمين وفصائل وأجنحة أخرى ولكن شعب السودان شعب رائع أنا زرت السودان عدة مرات والناس هناك في غاية اللطف هناك أيضا الأجنحة المتشددة وهناك أعداد ضخمة من الناس وهم غير متشددين هناك شوط طويل يجب أن يقطعه السودان نحن نشكركم جزيل الشكر من واشنطن الخبير في الشؤون الإفريقية سيد ميلفين فوت والخبير في ملفات التشدد والإرهاب من القاهرة أستاذ أحمد كامل البحيري شكرا جزيلا لكم